عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ويخرج قبله أي قبل المهدي عليه السلام رجل من أهل بيته بأهل الشرق يحمل السيفة على عاتقه ثمانية أشهر الملاحم والفتن لابن طاول صفحة 66 فالذي يخرج من المشرق هو الممهد من أهل بيت المهدي عليه السلام وليس الإمام المهدي نفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي سلطانه المناقب صفحة 300 ونص آخر فيخرج الله على السفياني من أهل المشرق وزير المهدي فيهزم السفياني معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام الكوراني الجزء الأول صفحة 297 هنا أيضا وزير المهدي عليه السلام مقرون خروجه بالمشرق وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأتي قوم من قبل المشرق ومعهم رايات سود إلى قوله صلى الله عليه وآله يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قصطا وعدلا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج بحار الأنوار جزء 52 صفحة 363 ركزوا أحبتي قوم من قبل المشرق معهم رايات يدفعونها لمن؟ للإمام المهدي عليه السلام واركز ولاحظ أيضا وجوب نصرتهم والإمام الباقر عليه السلام يتكلم عنهم ويقول ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم الإمام المهدي عليه السلام القائم قتلهم شهداء أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هؤلاء الجنش المشرقي وقائدهم يدفعون الراية إلى صاحب الأمر الباقر عليه السلام يقول لو أدركتهم لستبقيت نفسي للقيادة المشرقية غيبة النعماني صفحة 285 أصبح واضحا أن النصرة للإمام المهدي عليه السلام وتسليم الراية له تتم عن طريق رايات المشرق والروايات في هذا المجال كثيرة جدا المهم ثبت أن قائد هذه الرايات المشرقية هو اليماني والمهدي الأول أحمد بن الإمام المهدي عليه السلام روايات اليماني وروايات المهدي الأول أحمد وروايات الجيش المشرقي ورواية طالع المشرق كلها تحدد زمنا واحدا وجهة واحدة ومهمة واحدة الزمن زمن الظهور أو قبيل الظهور وجهة جهة المشرق والمهمة هي التمهيد وأخذ البيعة إذن لا يسعنا إلا أن نقول بوحدة شخصية هذه العناوين أو صاحب هذه العناوين كلها فالكلام في جميع هذه الروايات هو عن الممهد لدولة العدل الإلهي الكلام عن اليماني الموعود الذي هو نفسه ابن المهدي أحمد وهو طالع المشرق ترجمة نانسي قنقر